السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام سعداء بلقياكم مرة أخرى في حلقة جديدة من سلسلة سولني انجوبك اليوم سنعرض الأجوبة على الأسئلة في إطار الحلقة الخامسة بالنسبة المتابعين اللي عندهم أسئلة بغين يطرحوها على القناة صفتوها لنا على واتساب القناة اللي غير يضعر في آخر الفيديو أولا خليوا في تعليق من تحت هذا الفيديو هذا أو لممكن دوزوا أحتف مكالمة هاتفية مع القناة ما كانت تشي إشكان دونك بالنسبة للناس اللي أول مرة يشوفوا القناة ديروا أبوني فعلوا زر الجرس باش دائما توصلوا بالجديد بالنسبة للسؤال الأول توصلنا به من عند متابعة كريمة وكما كتشوفوا في الصورة السؤال هو كالتالي ممكن تقول لي الضريبة والاسيرانس دي الكليوكات وشكرا لا شكرا على واجب أختي الفاضلة بالنسبة للضريبة والاسيرانس دي الكليوكات احنا كليوكات كنعرفوها عندها ستادي الخيل غير هنا يا الأخت محددة تشوف سؤال ديالها واش سيارة مازوت أو لا سيارة إيسونس وغادي نحاولوا حنايا نعطوا المعلومات بالنسبة للسيارات بجوش إذن بالنسبة للمزوت إلا كان عندها ستادي الخيل را غادي تخلصي ضريبة 700 درهم وبالنسبة لتأمين 2930 درهم في العام وبالنسبة لهذا التمن هذا ديال التأمين را هو تأمين عادي خاوي ما فيه شي ديز اوبسيون يعني ما دخل شي فيه التهرس ديال الزاج ما دخل شي فيه مثلا السريقة مويم راسيرانس عادي يبغي تزيد شي اوبسيون را غا تخلصي عليها وإذا كانت سيارة إيسونس را غادي تخلصي عليها الضريبة 350 درهم وبالنسبة لتأمين 2230 درهم للسانة نتمنى باش نكون أعطيت الجواب على أحسن وجه وشكرا لمتابعة الكريمة على السؤال دياله بالنسبة للسؤال الثاني توصلنا به من عند واحد الأخ متابع ديال القناة واللي تيقول السلام وعليكم السلام واش عند شراء سيارة مستعملة لا يوجد أداء ضرائب وشكرا أخي الكريم لا شكرا على واجيب بالنسبة للسؤال ديالك إلا شريتي سيارة مستعملة كين الضرائب اللي غادي تخلص وهنا قد نتكلم لك على التسجيل واجبات التسجيل اللي غادي تخلص في مكتب التسجيل اللي تابع المصلحة ديال الضرائب لأنه فاش تتكاتب مع السيد على السيارة وكتقليزيه في البلدية المرحلة الموالية هي كتمشي لمكتب التسجيل وتنبر تابع لمصلحات الضرائب وكتخلص واجبات التسجيل باش دك السيارة تتسجيل في الإسم ديالك في مصلحات الضرائب وبالنسبة للثمان را على حساب عدد ديال الخيل ديال السيارة اللي شريتي ناخده مثالي اللي كانت ستادي الخيل را غادي تخلص عليها ستمية وخمسة ديال الدرهم يعني مئة درهم عن كل خيل ستادي الخيل بستمية درهم وخمسة درهم ديال الرسوم نتمنى باش نكون جوبة للسؤال ديالك أخي الفاضل وشكرا لك على طرحيك السؤال بالنسبة للسؤال الثالث والآخر في الحلقة ديال اليوم توصلنا به عبر الواتساب من عند متابع كريم اللي تيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان كريم وشكرا على مجهوداتكم أخي الكريم لا شكرا على واجب بالنسبة للسؤال التي يقول عندي ميزانية ما بين 12 و 13 المليون بغيت نشري باسات ولا ميرساديس وش غت جيب لي شي نقاء وباش تنساني أوتوماتيك أو لا يداوي شكرا جزاك الله خيرا لا شكرا على واجب أخي الكريم وبدو لي تنشكرك على المساهمة ديالك في الحلقة ديال اليوم دونك اللي بغيت نقول ميزانية ديال 12 أو 13 المليون را تبارك الله تجيب سيارة نقية بالنسبة الباسات أو الميرساديس راو ما بجوجهم سيارات صححين وبجوجهم الأصل ديالهم ألمانيا بالنسبة للسؤال اللي متروح شنو تفضل أنا في بلاستيك نفضل نشري ميرساديس ونقدر نلقى ميرساديس كلاسي 220 تكون الديوانة ديالها من 2012 الفوق وراء نجيبها بهذا التأمان هذا ما بين 12 13 ديال المليون وسواء خذتيها مانويا أو خذتيها أوتوماتيك را ما كان شي إشكال غير المهم كما تنقول دائما خاص الإنسان يشري النقاء باش يرتاح إلا ما شرع ما شرع شي النقاء ما غير ما غير يرتاح وكما تنقول إلا شريتي النقاء راك تشري مع الراحة ديالك ما شريتي شري النقاء راك تشري مع عدم الراحة ديالك دونك بالنسبة إلا بغيت تعرف الفرق ما بين المانويا الوطوماتيك رجع الحلقة من الحلقة تسولني انجوبك اللي دوزت هذا الخمسيام هذه الاخرة وراني اتطرقت في واحد الفيديو الفرق ما بينتهم بجوش المهم نريد نقول لك أنا نصحك بمرسديس و 12 و 13 مليون تبارك الله را جيب لك سيارة نقية رخص تقلب مزيان باش ما تشري شي شي حاجة لتعذبك لانك ما تيقول المثال الحديد كان وقفه تنمشي به فين ما بغينا وتي وقفنا فين بغى هو في الموقع ديال لا تيعلمناش تيجي ويوقف فلهذا اخي الكريم قلب السيارة مزيان الموتور ديال يكون مزيان الكاروس يكون مزيان الى ما عندك شي خبرة في تقلب ديال السيارة ما فيها بس تستعب ميكانيسيان تستعب بطولي كدوس بخير وعلى خير نتمنى من الله اخي الكريم باش نكون الجواب اللي اعطيتك يكون جواب مقنع وتكون استفتي منه ولو بالقليل بالنسبة للحلقة ديال اليوم هدو هم ثلاثة ديال الاسئيلة اللي كانوا عندنا مبرمجين نتمنى باش الناس اللي طرحوا الاسئيلة يكونوا اقتنعوا بالاجوبة ديالنا ويكون ربي وفقنا وعطينا معلومات كافية ومفيدة متابعين الكرام لأول مرة تشوف القناة ما فيها باش دير ابوني فعل زر الجرس باش دائما توصل بالجديد راي يوميا خلال هشهر رمضان تنحطو جوج ديالفيديوهات الفيديو اللول كنحطوه سول نجوبك تنحطوه قبل الفطور والفيديو التاني كنحطوه من مرسلة ديالعشاء والتراويح وليتيكون فيه عروض ديالسيارات مستعملة للبيع بالنسبة للناس اللي عادل تحقوا بنا مرحبا بيهم داروا أبوني في القناة مرحبا بيكم شرفتونا وشرفتو القناة ديالنا المتواضعة وبالنسبة للناس اللي متابعيننا من دائما شكرا لكم على الاتقاء ديالكم وعالوفاء ديالكم القناة وبالنسبة للناس اللي عندهم أسئلة ما فيها بس سفتوها لنا في التعاليق ونبرمجوها في الحلقات المقبلة بالنسبة كذلك للناس اللي عندهم سيارة مستعملة وبغوا يعرضوها لبيع على القناة ديالنا مرحبا بيكم شرفتونا الصور والمعلومات الخاصة بالسيارة ديالكم على واتساب القناة اللي تيبان في الشاشة وهذا الخدمة هذه قناة فونت قوتو رأي تقدمها بالمجان واللي عجبته السيارة ديالك رأي توصل معاك للبيع متابعين الكرام تمنى باش الحلقة دياليوم تكون نالت الإعجاب ديالكم ونكون كذلك عند حسني ظنكم وإلا عندكم شي اقتراحات أو إلا عندكم شي امور بغيتوا تقترحوها علينا باش نزيد ونطوروا المستوى والمحتوى ديال القناة مرحبا بكم وشكرا لكم على الدعم ديالكم اللام شروط وشكرا جميع المتابعات المتابعين داخل المغرب وخارج المغرب شكرا لكم وإلى اللقاء